وَقَيْنُ قَاعُوا غَزُوُهُمْ فِي الْأَثْرِينَ فِي الْإِثْرِينَ فِي الْإِثْرِينَ وَبَعْدُ ضَحَى يَوْمَ عِيدٍ نَحْرِينَ الله أعلم ضحَّى يمكن ضحَّى نعم وَبَعْدُ ضَحَّى يَوْمَ عِيدٍ نَحْرِينَ يعني عيد الذي يكون في ذو الحجة نعم لأن أهل الإسلام لديهم عيد الفطر وعيد الأبحى عيد المولد النبوي عيد رأس السنة عيد الحب عيد الكفر عيد الضلال عيد الاحتفال بكذا 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 هذا ليس لنا أهل الإسلام عندنا عيد نعبد فيه الله نقرب إلى الله قربان في عيد الفطر نواسي الفقراء بزكاة الفطر في عيد الأوحى الذبائح ثلث يتصدق ثلث يأكل ثلث يهدي فهذه الشريعة كلها خير دلت يقول ابن القيم رحمه الله لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على صدقه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الشريعة لكفى أن يكون فيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والخبر والبرهان ولم يطرق العالم مثل هذه الشريعة تكفي يقول شاهد في صدق النبي صلى الله عليه وسلم كيف وأكثر من هذا فلابد أن المسلم يعتز أعزنا الله بالإسلام نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم عمل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم